كشف تقرير لمراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية عن نشر روسيا معدات عسكرية ثقيلة بينها أنظمة صواريخ متطورة على الحدود مع أوكرانيا في حين نفت واشنطن أنباء عن عزمها إرسال وحدات أمريكية لأوكرانيا وأكد المراقبون الأوروبيون أنهم رصدوا في دنباس نشر روسيا 235 وحدة من المعدات العسكرية الثقيلة منها أنظمة صواريخ جراد ومدفعية ذاتية الحركة ودبابات من طراز تي 72 و تي 64 ومدفعيات مضادة للدروع ومدافع هاوتزر في خرق واضح لاتفاقية ميسك وقال تقرير للمنظمة الأوروبية أن التشكيلات الروسية المسلحة تجري تدريبات قتالية نشطة على خط التماس مع محاولات واضحة لإخفاء نشاطها العسكري عن أنظار المراقبين الدوليين اشتركوا في القناة